موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وألاف العائن على أعدائهم ومبغضيهم ومرتبيهم بغير مراتبهم التي يرتبهم الله فيها من الأولين إلى الآخرين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إنه الذي في أم الكتاب لدى الله علي حكيم إنه من كان ولا زال مكين أمين إنه العلم إذ يعرف العلم به أو يعرف به إنه عدل القرآن المفسر المطدق الجامع المانع إنه إرادة الله التي نفذت أمره وسيفه الذي بتر أعداءه إنه علي أقف عند علي اتفاقاً لم أكن على وضوء حتى أكمل ما كان من الله على علي من ثناء وسلام فروحي ليست بالمتوضئة وجسدي ليس بالمتوضئ ونفسي لم ترقى إلى علي ولن ترقى إلى علي إلا بعلي هي حلقة تدور كحمامة بين أروقة الفكر باحثة عن الحقيقة فتقف عند شرفات المراقد المقدسة لتنوح مرة وتبكي مرات وتشارك الزوار عبقهم مرات أخر معنا وإياكم في رحاب محراب القداسة سماحة الشيخ خادم الزهراء سلام الله عليها الخطيب الحسيني الشيخ مهد الطرفي حياكم الله بعلي المكين الأمين مبارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأب قاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أولا وقبل كل شيء سلامي وتحيتي لك أخي سماعة الشيخ علي حفظك الله ورعاك وسلامي وتحيتي ودعائي الخالص والصادق للمشاهدين والمشاهدات الأعزاء والكرام وثانيا أتقدم بجزيل التعازي والتسليات بهذه المناسبة الأليمة شهادة وعروج مولانا ومختدانا الإمام الهمام مولى الموحدين أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين أسد الله الغالب غالب كل غالب حلال الكتائب ومظهر العجائب علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فهذا يوم حزين ويوم أليم فلابد أن نتقدم بجزيل التعازي أولا وقبل كل شيء لساحة مولانا ومقتدانا وكعبتنا ورائدنا الإمام الحجة بن الحسن العسكري الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولكم ولجميع شيعة أمير المؤمنين وأقول لهم عظم الله لكم الآجر وجبر الله مصابنا ومصابكم إن شاء الله بهذه النائبة العظيمة والأليمة في خدمتكم من أين نبدأ مغترفين من بحر علي نعم إنها مصيبة لكن علي هو الرسول علي هو محمد وأي محمد محمد الحسيني عبرة وعبرة ماذا نقول عن علي وقد كلت ألسن البلغاء عن متحه ماذا أقول عن رجل مدحه المخالف والمؤالف وماذا أقول عن رجل مدحه قاتله ابن ملجم وماذا أقول عن رجل إن قلنا العدل إن قلنا العدل رجلا فهو علي وإن كانت الشجاعة رجلا فهو علي وإن كان الإحسان والفضل والعدل والكمال رجل لكان هو علي بن أبي طالب صلى الله وسلامه عليه لكن خير ما نستطيع أن نستدل على فضائل علي بن أبي طالب صلى الله وسلامه عليه هي شهادة الله سبحانه وتعالى في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله وسلامه عليه سلام الله عليه إذن أنتم تميلون إلى أن نستشهد في هذه المرة بالدلائل القرآنية نعم على اعتبار أنكم كما أفهم سماعة الشيء نعم كما أتشرفت بخدمتكم لسنوات مبت أنكم تميلون إلى الخطاب القرآني على اعتبار أن بلاغته لا يقدح بها أكيد وشموليته أوسع ومداركه قد تصل إلى القاصي والداني صحيح فشمولية الخطاب الإلهي هي أداته أكيد علي القرآن أم القرآن علي بارك الله فيكم طبعا الاعتراضات مولانا العزيز شيخنا الكريم الاعتراضات الواردة عن علي بن أبي طالب صلى الله وسلامه عليه أنا أخص علي بن أبي طالب بالذكر أولا قاعدة أعطيها لو أن فضيلة واحدة لو أن فضيلة واحدة ثبتت لأحد الأئمة المعصومين فهي ثابتة لأجمعهم هذا فشيء لأنه نور واحد يعني إذا أثبتنا فضيلة للإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه فالفضيلة ثابتة للإمام الحسن ثابتة للإمام الحسين وثابتة للأئمة من ولد الحسين إذا فضيلة ثبتت للإمام الجواد فهي ثابتة لآبائه ولأبنائه فالقاعدة عامة لكن نحن نخص علي بن أبي طالب بالذكر خاصة لأن هذا اليوم يوم الإمام سلام الله عليه والاختلاف في علي بن أبي طالب أكثر السؤال الذي يطرح دائما بالأخص في هذه الأيام لماذا اسم علي بن أبي طالب لم يذكر في القرآن ولماذا الله لم يذكر اسم علي بن أبي طالب في القرآن قبل هذا لابد من ذكر مقدمة قرآنية جدا مهمة قاعدة وأسس نحن عندنا القرآن الكريم يذكر الشخصيات بأربعة طرق أخي سماحة الشيخ حبيبي يذكر الشخصيات بأربعة طرق الطريق الأول يذكر الاسم في بعض الأوقات القرآن الكريم أول طريق إذا أراد أن يذكر شخصا يذكر اسم ذلك الشخص هس من النساء لو من الرجال المقصد أنه شخص يذكر باسم يذكر باسم من الأخيار أو من الأشرار مثل الأنبياء لأن نحن عندنا ما يقارب 25 نبي ذكره في القرآن الكريم بعض العلماء يقولوا 26 نبي ليش 26؟ الخلاف بين 25 وبين 26 عن ذا القرنين لأن ذا القرنين بعض العلماء يقولوا يعتقد على أن هذا الرجل كان نبيا فيعد جزء 25 صاره 26 والبعض يقول لك لا أنه ما كان ملك كبقية الملوك لكنه ملك عادل فيقولون 25 موسى عيسى نوح إبراهيم الأنبياء ذكروا في القرآن الكريم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه ورسوله مذكر في القرآن الكريم من النساء فقط مريم ذكرت في القرآن الكريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إذن مرة يذكر الاسم أنا أرجو من الإخوة من تفولي والأخوات مرة يذكر الاسم أو مرة الله سبحانه وتعالى يذكر صفة الشخص ولم يذكر اسم الشخص يذكر الصفة بس اسمه ما ذاكره مثل من؟ بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها من هو هذا الرجل؟ هذا نبي من الأنبياء اسمه عزير عليه السلام اسمه ما مذكور لكن الصفة الصفة ذكرت له أو كالذي مر على قرية في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ وهو الملعون اللعين نمرود كان واذا حبيبي صفة مذكور بس اسم ما مذكور إذن النوع الأول ماذا؟ اسم النوع الثاني صفة النوع الثالث بالعدد يذكر العدد بس الاسم ما يذكره ثاني اثنين إذ هما ياهم ثاني اثنين مذكورة أسماءهم بالتاريخ بس بالقرآن ما ذكرت الأسماء مثلا فأرسلنا إليهم اثنين أرسلنا إنا أرسلنا إليهم اثنين فعززناهم بثالث اثنيين وثالث الأسماء ما ذكرت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أن عدة الشهور 12 شهر 12 شهر فقط العدد لكن الأسماء لم تذكر هاي ثلاث سارا الرابع مولانا جدا مهمة الرابع نحن نؤكد على هذا الرابع بأنه بالمقارنة القرآن يذكر شخصية الشخص بالمقارنة هسنا هذه الأربعة شيخنا العزيز نطبقها على الإمام أمير المؤمن صاحب هذه الليلة الإمام علي بن أبي طالب مذكور بالاسم لو ما مذكور غير مذكور حسب المشهور كما يقال لكن نحن نثبت على أن علي بن أبي طالب مذكور في القرآن بالاسم نعم الآن القضية واضحة جدا واضحة القرآن له ظهر وله بطن ولبطنه ظهر وبطن هل مقصد أن هناك بطن القرآن إلى تفسيره إلى مولانا تأويل يمكن تفسيره يشير إلى شيء لكن تأويله يشير إلى شيء آخر آخر مرة يكون مفهوم مصداق خلص مفهوم ومنطوق ممكن مصداق تصور وتصديق أنواع عن القرآن ظهر وبطن وبطنه بطون إليه زين الآن نحن نرجع إلى سورة الحمد سورة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم اتفاق العلماء أن الصراط المستقيم في الآية الكريمة هو علي أمير المؤمنين سلام الله عليه الصراط المستقيم هو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه سورة الحمد لها أسماء الحمد فاتحة الكتاب أم الكتاب سبع المثاني من جملتها أم الكتاب تقرأ في سورة الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم و إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم و إنه الضمير راجع للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أم الكتاب أم الكتاب يعني سورة الحمد تفسيراً اللوح المحفوظ تأويلاً سورة الحمد و إنه في أم الكتاب يعني في سورة الحمد يعني إهدنا الصراط المستقيم و إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم يعني أتت آية لتفسر آية أخرى خلاص فإذا آية تفسرت آية أخرى لعلي حكيم الإمام الباقر عليه السلام في كتاب نور الثقلين وفي كتاب البرهان ومجمع البيان وفي تفسير الميزان يذكر أن لعلي حكيم هو جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله علي سواء الشيخ نحن إن شاء الله نأخذ فاصل وبعد الفاصل متواصلون وإياكم وهذه الجملة من النقاط المهمة التي دلت على أن هناك بعد شاسع بين الأمة وبين علي إذ أنها إلى الآن لم تفهم علي الفهم الذي تريد السماء أن يفهم فعلي هو القرآن الناطق وعلي هو القرآن الأفعالي وعلي هو القرآن الصفاتي وعلي هو الذي رسخ دعاء مدين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن فاصل ونعود إليكم مشاهدين الكرام لا تبرحوا هذه الشاشة احضروا ورقة وقلما كررتها لمرات عديدة وأرجو أن لا أكون أمل في هذا الطلب لكن أتمنى لو كتبتم ولو فضيلة من الفضاء التي تذكروا من هذا المجلس أو في هذا المجلس الذي هو من فضل الله تعالى وبركاته الصديقة الشهدة الكبرى سلام الله عليها أكتبوا ولو فضيلة من فضائد علي وحاولوا أن تتعبدوا وتتقربوا إلى الله بذكرها بنشرها بمحاولة تدارسها بكثرة قولها فذكروا علي عبادة إذن فاصل ونعود إليكم بإذنه تعالى حياكم الله من جديد مشاهدنا الكرام حياك الله سمع الشيخ سلامكم الله إذن تشيرون إلى جملة من النقاط كأنكم تريدون أن توضحوا حقيقة معينة ألا وهي أن ثنائية علي والقرآن والقرآن وعلي ثنائية غير متناهية على اعتبار أنها أتت من بطنان العرش فأصبحت عنوان المشروع الإلهي في الأرض ملامحها بوجهة نظر لكم مبارك الله فيكم مولانا العزيز أحببنا أن نكمل البحث إن شاء الله سأكمله لكم لكن قبل ذلك القرآن له كنوز وكنوزه غير متناهية القرآن جديد في كل زمان وجديد لكل الأجيال القرآن بليغ فصيح لا يستطيع أحد أن يفسر القرآن إلا الراسخون في العلم لا يستطيع أحد أن يعرف القرآن إلا الذين طهرهم الله ويطهركم تطهيرا لا يمسه إلا المطهرون إن كانت هذه صفات القرآن القرآن رحمة القرآن شفاء القرآن نور القرآن هداية القرآن كل الكمالات إذا كان القرآن كل الكمالات القرآن له كنوز لا يدرك القرآن أحد فعلي مع القرآن والقرآن مع علي فعلي هو القرآن فكل الصفات التي عند القرآن نحملها إلما لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه و لهذا قال رسول الله فيه حضرتكم قبل الفاصل في آخر كلمة قلت تأييدا لكلامك أذكر هذه الرواية قال رسول الله يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرفك إلا الله وأنا إلا الله وأنا فمن الذي يعرف علي بن أبي طالب الذي يعرف القرآن حق المعرفة هو الذي يعرف علي بن أبي طالب حق المعرفة إلى الآن القرآن أصبح عتيقا لا القرآن عرف حق المعرفة لا كذلك الإمام أمير المؤمن سلام الله عليه إذن مولاي الكريم القرآن يذكر شخص بالاسم أو مرة يذكر صفة زين الصفات ذكرنا أمثل إلها قبل الفاصل و مرة يذكر العدد كما ذكرنا ثاني اثنين إذ هما في القار لكن وين أسماءهم ما مذكورة أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بثالث وين أسماءهم ما مذكورة في القرآن و مرة يذكر قرينة و مرة يذكر المقارنة المقارنة جدا مهمة مولا الكريم المقارنة أنا راح أشرحها بالأخير بس خلنا نرجع للأولى علي بن أبي طالب ذكره بالاسم و قد فصلنا ذلك و إنه في أم الكتاب لدينا العليون حكيم بارك الله فيكم بالصفة مذكور بمئات الآيات إلا من قل أن القرآن كله في علي بن أبي طالب يقول الإمام الصادق عليه السلام على اعتبار أن حتى الآيات التي نزرت بأعدائه كانت له له حبا لأمير المؤمنين لأن هذه المغزى هنا أن رجلا دخل على علي بن أبي طالب على الإمام الصادق عليه السلام أستوقفك في إشكالي هل القرآن مخلوق؟ مولاي القرآن هو مدون من قبل الله سبحانه وتعالى ينطبق عليه اسم المخلوق؟ لا اسم الخلق إنه مخلوق كباقي البشر لا 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 عفوا مخلوق كباقي المخلوقات هل هو مخلوق؟ هو مخلوق كباقي المخلوقات كإنزال رباني فقط إذن ما خلطها سماء المبني خلاص زين إذن علي بن أبي طالب اւ السلام الله عليه مخلوق من هذا الباب زين مولاي الكريم الآن اسمعني هذه الاسم الصفة و نأتي الصفة رجل دخل عليه الإمام الصادق عليه السلام قل له مولاي كم آية نزلت فيها علي بن أبي طالب الإمام الصادق ماذا قال نزل القرآن بأجمعه في علي بن أبي طالب قال له وكيف ابن رسول الله قال له ثلث القرآن إلى ثلاثة أثلاث ثلث نزل في علي وثلث نزل في شيعة أمير المؤمنين أولئك هم خير البرية وثلث نزل في أعداء علي بن أبي طالب فكل القرآن نزل في علي أمير المؤمنين الصفات اهدنا الصراط المستقيم الصفات فمن استمسك بالعروة الوثقة الصفات وتعيها أذن واعية الصفات فأذن مؤذن بينهم فأذن مؤذن في الأعراف الصفات وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله هذه الصفات علي بن أبي طالب الصفات والعاديات ضبحة في المريات قد حفل مغيرات صبحة الصفات ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إنما يريد الله ليذب عنكم ورسوله للبيت ويطهركم بسم الله الرحمن الرحيم كما يقول أنا النقطة التي تحت الباق خلاص أنا النقطة تحت الباق فإذا كل القرآن هو هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه هذه واحد بالاسم وبالصفة بالعدد والختام صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم بالأعداد الآن نحن عندنا بسم الله الرحمن الرحيم وبعثنا فيهم اثني عشر نقيبة اثني عشر نقيبة نقباء موسى اثني عشر حواري عيسى اثني عشر وأئمة محمد اثنى عشر أي واحد ثانيا الشفع يعني المثنى أموله لا يعني الاثنين شفع ليل ونهار شفع حق وباطل شفع شرق غرب شفع زوج فرد شف ذكر أنثى امرأة رجل اثنين زوجين اثنين الشفع يعني الاثنين وين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر الإمام المهدى عجل الله تعالى فرجو الشريف وليالي عشر من الحسن إلى الحسن عشرة من الحسن المجتبة إلى الحسن الأسكري عشرة عشرة والفجر اهدعش والشفع عدد الشفع عدد علي وفاطمة لا علي وفاطمة الشف سارة وشقد اهدعش واثنين ثلاثة عشر بقى الوتر الوتر وهو الفرد الوتر هو محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الله رسل على محمد أربعة عشر على حسب الأعداد إذن بالاسم والصفة بعد والعدد نجي إلى المقارنة المقارنة مولانا جدا مهمة المقارنة رواية ثابتة عند السنة والشيعة هذه الرواية تقارن بالقرآن الكريم يعني مثلا أعطيك مثال لما أتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري هارون مذكور في القرآن الكريم هارون مذكور في القرآن الكريم لكن نقول على أن علي بن أبي طالب مثلا جدلا أن اسم علي بن أبي طالب لم يذكر في القرآن الكريم المقارنة شيء يقول في واقع التبوك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال يا علي أما ترضى ممرة مرات قالها أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى هارون من موسى الفرق بين هارون وبين علي بن أبي طالب فرقان توجه شيخنا حبيبي فرقين الفرق الأول إلا أنه لا نبي بعدي الفرق بين هارون وبين الإمام علي عليه السلام من بعد هارون أكون نبي بس من بعد الإمام علي ما أكون نبي وعلي ليس بنبي هارون نبي علي ليس بنبي هذا الفرق الأول الفرق الثاني أن هارون طبعا تعرف أن هارون أكبر من موسى بثلاثة سنوات ومات قبل موسى بثلاث سنوات لكن علي بن أبي طالب هذا الفرق الثاني، علي بن أبي طالب سلام الله عليه، مات بعد النبي و هارون مات قبل النبي هذا حبيبي، الآن كل صفات اللي عنده هارون احملها لي علي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيه بعدي، بس النبوة ماكو شنو عنده هارون؟ إذن هناك إطلاق نبوي لقضية مكانة أمير المؤمنين سلام الله عليه و شأنها في القرآن الكريم بضبط على اعتبار أن نبي صلى الله عليه و هاره يريد أن يوضح حقيقة أنني لم أقرب علي لأن علي جيد و لم أقرب علي لأن علي مقاتل أنا كنت مطبقا للإرادة الإلهية التي وضعت علي نور الله و علي يد الله و علي أسد الله و علي سيف الله و علي هو الذي عبدت به رسالة الله الرسالة الممتدة، رسالة التوحيد الممتدة زمانيا و مكانيا فإذن مولانا العزيز الآن صفات علي بن أبي طالب سلام الله عليه في القرآن الكريم بكل بساطة تستطيع أن تستخرجها من القرآن الكريم أنت كل صفات لهارون طلحة من القرآن طبق إلما لعلي بن أبي طالب الوزير هارون، الوزير وزير موسى هارون وزير النبي علي بن أبي طالب أفضل أصحاب موسى هارون، أفضلهم علي عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي خليفة موسى هارون أخلفني في قومي، خليفة محمد أيضا شنو؟ علي بن أبي طالب هذه مقارنة، المقارنة الثانية علي مع القرآن و القرآن مع علي كل صفة للقرآن في القرآن احملها لي علي بن أبي طالب الحق علي مع الحق والحق مع علي كل صفة للحق في القرآن الكريم احملها لي علي بن أبي طالب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولاية علي خلص، ولاية علي بن أبي طالب الآن الحق، الحق له صفات في القرآن الكريم صفات الحق في القرآن الكريم احملها لي علي بن أبي طالب يا ابن عباس لو سلك الناس واديا وسلك علي بن أبي طالب واديا فاسلك الواد الذي سلكه علي لأن علي مع الحق والحق مع مع علي بن أبي طالب يدور معه حيث ما دار هيا يسمونها مقارنة مولاي تسمى المقارنة صفات العدل في القرآن احملها لعلي بن أبي طالب علي أعدلكم واضح مولانا صفات الكمال بأجمعها في القرآن الكريم احملها لعلي بن أبي طالب ليش وأنفسنا وأنفسكم إذن ماذا نقول عن علي بن أبي طالب وهذه الآيات بأجمعها تشير في فضل علي أمير المؤمنين إذن سمحت الشيخ يعني يبدو أننا وصلنا إلى ختمات هذا الحلقة لدينا تقريبا ثلاثة دقائق ثلاثة دقائق لكي نخدم إياكم الحلقة التي لا نعرف كيف جرت جرت عن علي وهناك كثير من التساؤلات تطرح وهناك كثير من علامات الاستفهام حول علي علاماته المحب اللاهف الواله الذي تحرقه نار الشوق لمعرفة إمامه علي علي من أين نبدأ في وصف صفاته وأخلاقه هل من أنه يمسح على رؤوس اليتامة أم هل أنه كان يديه قد أصبحت خشناوتين أو خشنتين نتيجة ما استخدم الأدوات في قضاء أمور حياته وهو الذي كان خليفة رسول الله بالحق صلوات الله وسلامه عليهما وكان يمكن بالمنصب الدنيوي أن يقلب المعادلة ويأخذ ما يأخذ له كما فعل الآخرون من أين نقف أمامه يعني عذرا وإن كان هذا فيه جرء إن شاء الله لا أحاسب من الله كيف أقف أمامه أبي علي علي بالتعبير الدارج علي أبوي كثير من الشيعة يباعون علي أبوهم يحميهم ويباريهم والله من ينضنكون من يتأذون يروحون علي يروحون للأمير يحاجوا الحرمة حاجي واليتامة حاجي والأرملة حاجي والمحتاجي حاجي والمريضي حاجي هذا يقضب أنا مو أدحن بالمبحث القرآني لا والله لكن أنا أطمع أنه يكون هذا المبحث القرآني قد لبعض على قلبه صده يمكن العبرة ترادلها عبرة طبعا عليهم أمير المؤمنين سلام الله عليهم فقدوا علي بن أبي طالب كمن فقد أبا ومو كل أب أب حنين عزيز على قلبه رؤوف لا يستغني منه أكو بيت يقول بعد نبعاز تكوك طعت بي بيت معروف أكو أحد الأخوة قالها في أبيه فعلي بن أبي طالب نحن في حاجته أرأيت أحدا إلى الآن استغنى عن اسم علي لا والله أحد المجاهدين الأخوة الأعزاء الله ينصرهم على أعدائهم إن شاء الله هذا كان من المتابعين لمحاضراتنا بشدة ويتابع بشدة كثيفة يعني فأرسلوا لي مقطع منه هذا الشاب عمره كان بـ 28 سنة تقريبا هذا الموالي الشيعي المخلص أخذوه الأعداء أرادوا قتله فأخذوا جهازه صوروا بجهازه أول كلمة قالوا له هو مع صديق الله أنه سب الإمام عليه عليه السلام العن الإمام عليه فجرد دموعه وهو في حال الذبح رجل يقتلوه ذبحوم جرد دموعه جرد دموعه بالبكاء ظل يبكي قلهم أما كفاكم سبا ولعنا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم أخذ ينادي بصوت عالي وهنيئا للذي قبل الممات يذكر يذكر علي بن أبي طالب يقول بصوت عالي أنا شفتها يعني شفت المقطع يصوح يا علي يا علي يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي ماذا صنع الحقد قطعوا يديه الشمال واليمين وقطعوا رجله ثم قطعوا رأسه وهو يقطعون إيده ورجله ويصيح يا علي يا علي لبيك يا علي فعند حياتنا علي عند مماتنا علي عند حوائجنا علي عند الأمهات علي عند الآباء علي عند الصغار علي حتى الطفل خل ذاك المعاند يسمع أنا حتى ابني ابني هو يزحف مني ريد يقوم أول قومت يقول يا علي أول قومت ويقول يا علي فأكوا واحد ما يقول يا علي كل ساعة قولا يا علي وكل لحظة قولا يا علي وبالنوم مصيحا يا علي وللموت قولا يا علي قالوا لي يا شيعفتهم يا الله أحسن من علي قل تدري يا الله أحسن من علي وادري الله الخالق علي وادري عبد الله علي بس الله ما ينزل إلي بس الله ما ينزل إلي ليرفعني لله حب علي الله أكبر يا أخي ليرفعني لله حب علي أمير المؤمن حبه تقرب زلفة إلى الله أنت إذا أردت أن تتقرب إلى الله تتقرب إلى الله بإسم علي تتقرب إلى الله بحب علي يرفعك كف علي أحد المشايخ العزاء الآن قبل الحلقة سماعة الشيخ عقيل الطرفي حفظه الله نقل مقولة لأحد العلماء يقول ليس الفخر أنك لا تدخل النار هي أكو جنة وأكو نار أنت يا مؤمن مو فخر أنه ما يطب النار حتى المجنون ما يطب النار حتى الأطفال ما يطبون النار لا 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 الفخر لك أيها المؤمن أن تتقرب إلى الله زلفة مو أنت ابتعد من النار إذا تقربت إلى الله زلفة هو هذا الفخر تقربنا إلى الله بمن بإسمك يا علي إذن سبحان الله على حلقة اتفاقا بدأت بعلي وستختم بعلي الوقت لم يكن كسعة صدكم وجميل كلامكم ختاما تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال نسأل الله أن تكون هذه الحلقة مجلسا سجل عند الصديقة الشهيدة الكبرى سلام الله عليها و لعائن الله على ظالميها غاصبها كاسري ظلعها غاصب حقها الذين عادوها لأجل علي إذن دمتم على ويين سمحت الشيخ دمتم على نهج علي إن شاء الله إلى حلقة قادمة أستودعكم في حفظ الله شيخنا أستاذ الشيخنا في الطرفي صاحب الكلمة القرآنية أسأل الله أن توفق في منبرك أسأل الله أن توفق في درسك إذن مشاهدنا الكرام ختاما لا أقول إننا نقف على أعتاب علي فلنعرف على أي أعتاب نقف نقف على أعتاب الشمس التي قاربت أن تأفل الشمس التي ستضرب بمحراب الكوفة هو علي دمه دم محمد وآل محمد والشاهد أن هناك إماما غائبا يبكي على الأب الذي ودع الدنيا والتحق برسول الله صلى الله عليه وآله فلننظر ماذا قدمنا وماذا سنقدم تجاه إمامنا عجر الله تعالى فرجه الشريف بأيام جده علي في أمان الله علي من مات ضغمست حشي الليل والكون ارتبك وتحية رموان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر